مجزن لهم الأنباء نستمر به بمواكبة آخر تطورات الإخبارية والميدانية في يوم الأرض ومسيراته التي تخرج من قطاع غزة والضفة الغربية وداخل الخط الأخضر حيث قتل سبعة فلسطينيين وأصيب المئات خلال المواجهات قرب حدود قطاع غزة وفقا للهلال الأحمر الفلسطيني وكان الجيش الإسرائيلي أعلن المنطقة الحدودية مع قطاع غزة منطقة عسكرية مغلقة يأتي ذلك فيما يواصل العديد من المتظاهرين الفلسطينيين التقدم من داخل غزة بتجاه الحدود مع إسرائيل للمشاركة بمسيرة العودة الكبرى التي انطلقت اليوم في الذكرى السنوية الثانية والأربعين ليوم الأرض وأشرت مصادر فلسطينية في وقت سابق إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي المتواجدة في المنطقة أطلقت الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع بتجاه المتظاهرين الشرق غزة إلى ذلك اعتبر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والذي زار موقع المظاهرة اعتبر أن مسيرة اليوم هي البداية الحقيقية للعودة إلى أرض فلسطين اليوم شعبنا يدشن مرحلة جديدة من تاريخ نضاله وكفاحه الوطني على طريق التحرير والعودة اليوم شعبنا يخرج بكافة جماهيره في قطاع غزة في الضفة الغربية في أراضي المحتلة عام 48 ومن الخارج ليدشن هذه المرحلة الجديدة وليصوب المصار أقول إن كان اليوم ولا غدا ولا بعد غد سنرجع إلى ذلك الدرس وسنرجع إلى فلسطين وسنحرر كل أخصى وسنحرر جميع فلسطين بأمر الله تعالى